بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ومرحبا بكم ونلتقي مع شرح الفصل الثامن وهو الفصل الأخير في هذا فصل دراسي الأول للصف الثالث الإعدادي من قصة شجر الدر طموح جارية الفصل الثامن بعنوان العهد الجديد تحدثنا في الفصل السابع عن انتفاضة الشعب وقیامهم بثورة ضد العادل وهو الحاكم الظالم تدور أحداث هذا الفصل حول مواجهة نجم الدين للعقبات التي واجهته في طريقه لإصلاح البلاد بعد توليه الحكم حيث أعادت عليه شجر الدر اقتراحها السابق بشراء غلمان من المماليك ليكون له عونا ومساعدين في مواجهة الأعداء يكون هم الجيش له كما أشارت عليه أيضا بإقامة قلعة جديدة باسمه قلعة نجم الدين لتدريب الجنود فيها ثم بدأت رحلة الإصلاح باطمئنام نجم الدين على مال الدولة الذي لم يجد فيه سوى دينار واحد فاسترد الأموال المسروقة وأخذ يتفرغ لهؤلاء الفاسدين نجم الدين يفكر في إصلاح مصر ما إن تولى الصالح نجم الدين مقاليد الحكم في مصر تولى مقاليد كلمة مقاليد معناها مفاتيح لكن المراد شؤون الحكم في مصر حتى أخذ يفكر فيما يقدمه لمصر التي هوى بها العادل يعني سقط ونزل بها إلى هوة الفقر هوة الهوة معناها الحفرة العميقة بتشبيه يعني خلاص إبا إذن جعلها أي فقيرة في عهده ونزل بها أيضا إلى وهدة الحاجة والفساد الوهدة هي الأرض المنخفضة ويفكر أيضا إبا هو أخذ يفكر في ذلك إبا أخذ يفكر في كذا ثم أخذ يفكر فيما يصنع بداود وأطماعه وأيضا بعمه الصالح إسماعيل وألعيبه الألعيب هي الحيل والخدع كما أمر بإطلاق صراح فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أما شجر الدر فكانت سعادتها بالغة وقد أقبلت على نجم الدين تهنئه بملك مصر وهنا في هذه الفقرة سوف نرى العقبات الكثيرة التي تعترض تحقيق هذه الآمال إذن أقبلت شجر الدر على نجم الدين تهنئه بملك مصر وبقرب تحقيق الآمال يعني الأمال أصبحت قريبة للتحقق والأهداف لكنه قال لها الطريق طويل يا شجر الدر ولا إخال الأمور يعني لا أظن لا أعتقد أن الأمور تلين بسهولة فأمامنا ذئاب وثعالب ذئاب وثعالب وهل تظنين تلك السيوف التي ارتفعت لتحييتنا كلها لنا هل كل هذه السيوف في الحقيقة تحيين خالصة يعني من قلبها كثير منها يرتقب يعني ينتظر وعديد كثير يرتقب ينتظر وعديد منها أرغم على الخضوع أرغم يعني أجبر وغدا تخرج الأفاعي من جحورها الأفاعي اللي هي الحيات وتسعى العقارب بالفساد بل الأفاعي والعقارب هتفسد وتخرج من جحورها وما دام العدو في بلادنا فلن تهدأ ولن تطمئن لن تهدأ هذه البلاد ولن تطمئن لن تهدأ البلاد يا شجر الدر لن تهدأ البلاد إلا إذا ألقي الفرنجو في البحر أو نثرت أشلاؤهم على وجه الرمال الأشلاء اللي هي الأعضاء ولن تنام يعني إلا إذا تخلصنا منهم بالتالي تهدأ البلاد ونهزمهم ولن تنام الخيانة طبعا ليه تشبيه لن تنام الخيانة إلا إذا قطعت أيديها الملوثة والسلطان خلاب السلطان خلاب يعني أخاذ وجذاب اللي هو الحكم والسلطان يعني يا شجر الدر يتلهف الجاهلون على ما يرون فيه من المظهر البراق هم شايفينه من بر بس المظهر إنه السلطان والحاكم ولا يدرون ما خلفه من ثقيل الأوزار من ثقيل الأوزار يعني الأحمال والأعباء لمفردها الوزر ولست أدري كيف ألف حولي يعني كيف أجمع حولي قلوبا صافية أطمئن إليها وأثق بها أجب منين الناس للمخلصين ومن أين لي بتلت القلوب ليه القلوب الصافية وكيف أجدها أود أن أطير إلى الفرنجي اليوم قبل الغد ولن يتهيأ ذلك بغير القوة الخالصة من دنس الأطماع يعني عايز معي ناس يكون فيهم قوة ويكون فيهم إخلاص قلوب صافية من دنس الأطماع حتى ننتصر على الفرنج شجر الدر كانت تسمع الكلام فأعادت اقتراحها على نجم الدين كانت شجر الدر تترقب الفرصة لتعرض شيئا هاما تودوا أن يستمع إليه نجم الدين فوجدت هذه الفرصة يعني كانت مستنيها تخلص كلامه وتيجي الفرصة عشان تتكلم فوجدت الفرصة هذه قد سنحت يعني حانت هذه الفرصة اللي هي مستنيها وسمحت الآن وتهيأت فأسرعت قائلة نعم يا مولاي لابد من تلك القلوب النقية اللي هي الصافية إيبا هي الفرصة التي تتمستنيها لما قال كلمة قلوب صافية القلوب الخالصة فقالت له نعم لابد من تلك القلوب النقية الخالصة التي تدفع السيوف بإيمان وعزم ترفع السيوف والدافع ولكن بإيمان وإخلاص وعزم اللي هي القلوب النقية الصافية ولي رأي يا مولاي لرأي يا مولاي في العثور على تلك القلوب هو بيسأل أين أجد هذه القلوب فيتقول له أنا أقول لك هتلاقيه فين أين تجد هذه القلوب كنت عرضته ونحن في نابلس أنا عرضت عليك الكاملة قبل كده بعدما تخلى عنا بنو أيو بعدما تركونا وعادوا إلى دمشق أتذكره يا مولاي؟ هل تذكر هذا الرأي؟ قال وهو يهز رأسه مقتنعا رأي صائب يا شجر الضرب وهو يتذكر هذا الرأي يفتكروا وسأبدأ من الغد بتنفيذه فاشترى فأشتري مماليك أقوياء أذكياء هو بقول له أنا هشتري مماليك أقوياء وأذكياء أربيهم كما أريد وأنشئهم كما أشاء أربيهم على الفضائل وأنشئهم وأعدهم ليوم النزال ليوم النزال يعني يوم القتال اللي هو الجيش بتاعه هي ربيهم على أديه طيب إقامة قلعة جديدة لتدريب المماليك هي بتقول له بأيه وتقيم لهم يا مولاي قلعة أخرى غير هذه غير قلعة الجبل غير قلعة صلاح الدين في مكان أشد تحصينا أشد إيه قوة ومناعة وأكثر بهجة يبقى أشد تحزينه قوة وأشد بهجة بهجة يعني إيه فرحة وسرور يعني وأكثر بهجة من هذا المكان الذي يطل على الجبل لذلك يا قلعة الجبل يا قلعة صلاح الدين المكان القلعة دي بتطل على الجبل إحنا زيبا مكان تاني يكون أكثر بهجة قلعة طبعا يطل يعني يشرف على كذا يعني بيبص على كذا المكان دواتي قريب من الجبل قلعة تعرف باسم نجم الدين لا يسأم ساكنها منها اللي هي دي بأكثر بهجة لا يسأم يعني لا يمل تحرسها السفن ويحتضنها النيل الفياد يحتضنها قريبا من النيل ويبعث بأمواجه القوة والشهامة في صدور الجنود بتكون قريبة بحيث الجنود يشوفوا الأماكن ديك أو الأماكن والمناظر الجميلة فتبعث فيهم الفرحة والقوة وعدم الملل يعني موضع إحنا عايزين موضع بهيج موضع بهيج يا مولاي يبعث على البهجة والفرح حصين يا مولاي يبعث بهيج وحصين قوي أشد تحصينا وأكثر بهجة تحصينا وبهجة هي عادة نفس الكلامتين يا مولاي وقعت عيناي عليه يبعث هي وجدت هذا المكان وأنا أنظر إلى النيل في وقت الأصيل وقت الأصيل هو وقت الغروب وقت غروب الشمس اسمه وقت الأصيل في الجزيرة المقابلة للفستات المكان ده أريب من الجزيرة اللي هي في وشي قدام الفستات الفستات اللي هي المصر القديمة في مكان البستان الشامخ اللي هو العالي أو المرتفع الشامخ اللي هي الأشجار أشجاره عالية تشمخ أبراجه قلعة نجم الدين هي قالت ليه الاسم اللي هي عايزية هي قلعة لتسميها ليه باسمك باسم نجم الدين يبعث تشمخ أبراج هذه القلعة وطبعا قلنا الشامخ اللي هو العالي تشمخ يبعثا ترتفع وتعلو أبراج قلعة نجم الدين وتقف في وسط الماء كأنها النصر أو النصر المحلق في الهواء طبعا بتشبه القلعة دي يعني بالمكان بالنصر المحلق في الهواء أعجب نجم الدين طبعا بهذا الرأي وزاد وجهه بسطا والتفت إلى شجري الضر وانثنى إليها انثنى يعني مالا أو اكترب إليها قائلا محاربة ماهرة خبيرة بالقلاع والحصون والمواقع وخبيرة بالقلوب يا مولاي هي تقول له أيضا خبيرة بالقلاع والحروب وخبيرة بالقلوب أيضا فزاد نجم الدين بساطا واستطاب الحديث واستطاب يعني استحسن الحديث أصبح الحديث حسنا وجميلا وقال في نشوة يعني في فرح وسعادة ثم ماذا يا شجر الضر قالت في حنان هل يرى مولاي أن يرجع الحديث يعني يؤجل الحديث وينال قصة يعني نصيبا وقدرا من الراحة يمده أياما بعد ذلك العناء والإيه والتعب واللي هو المشقة بايزا انت فرد ترتاح دوقتي بعد التعب في الأيام السابقة حياة المصلحين كلها تعب فأسرع قائلا باهتمام ردا عليها ماذا تقولين أياتها الشعلة من الذكاء والعزم وهل يخلد المصلحون إلى الراحة هل يخلد المصلحون يعني هل يركن ويلجأ المصلحون إلى الراحة ثم المصلحون بيرتاحوا أيامهم كلها نصب كلها تعب ومشقة وحياتهم كلها جهاد ليلهم تفكير ونهارهم تدبير وتنفيذ معاركهم متلاحقة متلاحقة وراء بعض متتابعة لأنهم يكافحون الشر والشر لا ينقطع ولا يهدأ إبل ذلك هم أيضا لا يستريحون تأنيب العادل على إهداره مال الشعب أول شيء وقبل كل شيء أود لتكملة كلامي النجم الدين أود أن أطمئن على مال الدولة فهو حياتها وعصبها ودماؤها التي تمنحها القوة والنماء مهم للدولة يكون فيها الأموال وفي الصباح سأسأل الخازنة عما بيده منها هو أقول كده في الصبح بقى أبسأله لا رجع في كلامه لن أنتظر الصباح فهو بعيد ونهض مسرعا نشيطا إلى القاعة الفسيحة ودعا الوزير ومعين الدين ابن شيخ الشيوخ دعاهم ليقبل على عجل بسرعة فالأمر لا يحتمل الإبطاء على أن يحضر معهما السلطان المخلوع العادل من محبسه من سجنه وبعد قليل وقف الجميع أمام السلطان نجم الدين وأخذ السلطان يؤنب السلطان نجم الدين أخذ يؤنب العادل يعني يدومه ويعنفه ويوبخه على ما أضاعه من المال ويدق كفا بكف يضرب كف بكف ويصيح قائلا في غضب شديد ما هذا أيها الإنسان الذي لم يرعى حق الله والوطن لا هو يقول له كده لا يكتشف إيه دينار واحد كل ما بقي في الخزانة من الألوف المؤلفة إذن وجد دينار واحد فقط في خزانة الدولة التي أعدها الكامل للشدائد السلطان الكامل قبله كيف تصرفت أيها السلطان الطفل لقبه إيه لأن تصرفه تصرف ليه الأطفال لا يستحق الحكم ومن أفهمك أن هذا المال مالك أنت إنه مال الشعب ألم تعلم أيها العابث أنه مال الشعب لكل مرئ فيه نصيب لكل مرئ في الشعب نصيب ولكل فرد فيه حق ألم تعلم أن هذا المال لا ينبغي أن ينفق إلا فيما يعود على البلاد بالخير أيكفي هذا الدنار الدنار الواحد وتلك الدراهم لنفقة الجيش لنفقة الجيش وإعداد السلاح والعدد هنصرف على الجيش والسلاح والحياة الدمين أم لنفقات الإصلاح إصلاح البلاد التي ينبغي أن يسارع الحاكم بها أم لغيرها من الأبواب الواسعة هل الدنار ده هيكفي؟ أوردت البلاد موارد الهلاك أوردت البلاد موارد الهلاك يعني ذهبت بها وجعلتها في موارد الهلاك والضياع أيها المخلوق أنت وأمك سوداء بنت الفقه لم ترعايا حقاً ولم تنظر إلى واجب طبعاً دي ألف الإثنين نجم الدين يستعيد الأموال المنهوبة وفي تلك الأثناء كان الجنود يهاجمون بيوت حاشية العادل لهم كانوا مقربين منه ومنازل أولئك السفهاء السفهاء هم المبذرين منازل أولئك السفهاء المبذرين في إنفق الأموال فيما لا ينبغي الذين حملت إليهم الدنانير من خزائن الدولة في أقفاص هدايا من السلطان الطفل السلطان الغافل ويسوقونهم بما نهبوا حتى أوقفوهم أمام نجم الدين وتلك الأموال بين أيديهم جبوهم فألقى عليهم نظرة غاضبة ثم أمر الوزير برد العادل إلى السجن إلى محبسه وبرد تلك الأموال إلى الخزائن برد العادل إلى السجن ورد الأموال إلى الخزائن وأيضاً إلقاء أولئك اللصوص في ظلمات المحابس اللي هم السفهاء والحاشية حتى يرى فيهم رأيه الحد ما يحكم عليهم وبات ليلته هادئاً لأنه أطمأن على المال ولم ينم وقطع ما بقي من الليل يبحث شؤون الدولة مع وزيره وشجر الدر على علم بما يدور وما يدبر أنه يمتبع الأمور وبالتالي أنه لم ينم كما كانت تريد له أن يرتاح قليلاً وأبو بكر القماش لا ينقطع عن نجم الدين إذن هنا وصول الأخبار الخفية المستترة إلى نجم الدين أبو بكر القماش لا ينقطع عن نجم الدين يبلغ الأخبار الخفية وينكل إليه كل ما يدور بين الناس وذات يوم أقبل عليه وسلم وجلس ولما سأله نجم الدين عن البضاعة الجديدة نحن قلنا أنه تاجر من تجاري القاهرة سأله عن البضاعة قال باسماً مبتسماً يعني على هذا السؤال فيه تلميه طيب بضاعة مستوردة جاءت مع مولايا ودخلت مصر في ركابه بهو يلمح أيضاً بشيء لتورية يقصد إيه حاجة حد معين من يا أبا بكر تعني داودا؟ هل تقصد بذلك الكلام داود اللي هي البضاعة المستوردة التي جاءت ودخلت مصر في ركابه؟ داود عندما جاء لمصر قال نعم يا مولاي ومن حوله من ضاربي سيوف الحديد وسيوف الأحداق وسيوف الأحداق الأحداق اللي هي العيون جاء من الحدقة طيب فقهقها نجم الدين طويلاً ضحك بصوت عالي ثم أرجع البصر إلى أبي بكر بعد لما ضحك كده بص تاني لإيه نظر مرة أخرى إلى أبي بكر القماش وقال باسماً عرفنا سيوف الحديد نحن عارفين سيوف الحديد يا أبا بكر وهم الأمراء الذين يجتمع بهم داود ويدبر معهم الإثم والذنب وعايزين يدبروا الشر للبلد إبا إذن هؤلاء هم سيوف الحديد اللي هم الأمراء اللي مع داود طيب فما سيوف الأحداق ماذا تقصد بهؤلاء قال سوداء بنت الفقية هو التي سماها سيوف الأحداق اللي هي العيون سوداء بنت الفقية يا مولاي عنده عند داود فرت إليه هربت عندما علمت بأنه يجمع الأعداء ويلف حوله الصاخطين والحاقدين ويدبر وإياهم للانتقاد الانتقاد يعني التمرد والعصيان عليك هذا سيف من سيوف الأحداق هو بيقول له تبدأ السيف أنت بتقول سيوف سيوف دي جمع أنت قلت لي سيف واحد واحدة فقط طيب طيب والسيوف الأخرى جاريتان من جوار ورد المنى ونور الصباح ary editor أذن يقصد بسوف الأحداق سوداء بنت الفقية رقم واحد سم ورد المنى ونور الصباح عند داود بإذن سوداء بنت الفقية عنده عند داود وأيضن ورد المنى ونور الصباح عند داود لا تهدئان عن تدبير الشر في ليل ولا في نهار هم دول سيوف الأحداق اللي هم لي العيون نصيحة غالية من شجر الدر لزوجها فصح نجم الدين مهتزا من شدة الغضب يأمر بالقبض عليهم هذا رأي نجم الدين وأتبع ذلك صائحا بالقبض على الأمراء ومن بينهم داود فأسرعت شجر الدر قائلة بصوت رقيق هائن هادئ دائما عندها بعد نظر وعندها ثبات لا يا مولايا حتى لا تكون خركة عامة ما تعملش كده تمكن تمكن داود مما يشتهي تمكن داود مما يشتهي تخلي أنه هو يعمل الهوي اللي هو عايزه إبن مما يشتهي يعني ما يتمنى ويرغب فيصطاد في الماء العكر الماء العكر اللي هو الكادر أو الملوث يعني كندي فرصته يحقق ما يريد من خلالها وما الرأيه يا شجر دو الرأيك إيه قالت ألا يقبض مولايا على الأمراء هو أرد أن يقبض على الأمراء ومن بينهم داود ألا يقبض مولايا نجم الدين على الأمراء الآن ويبعث إلى داود من يوهمه بأن مولايا سيقبض عليه يوهمه فقط فإذا أحس بذلك انخلع فؤاده انخلع فؤاده يعني من شدة له الخوف والرعب قلبه ورحل في طي الظلام هيمشي مسرعا إلى الكرك إلى قلعتي وكفان شره وشر من معه وحينذاك يعني في هذا الوقت يفرغ مولايا إلى الأمراء ويأخذهم واحدا واحدا فنحن لا نزال في أولي الطريق برأيها أن يفعل ذلك حتى لا تكون حركة عامة ويثورون ويجتمعون عليه وضده تحليل الفصل وهذه الأسئلة مهمة وترد في الامتحانات كثيرا صف حال مصر صف حال مصر في أيام الملك العادل انتشر فيها طبعا الفقر والحاجة والعوز وخيم عليها الفساد فيما فكر نجم الدين بعدما تولى حكم مصر فكر في ما يقدمه لمصر لتحسين الأحوال بها والإصلاح وفكر أيضا فيما يصنع بداود وأطماعه وبعمه الصالح إسماعيل وألعيبه وخدعه بما أمر بإطلاق صراح فخر الدين ابن شيخ الشيوخ ماذا قصد نجم الدين بالذئب والثعالب يقصد داود والصالح إسماعيل وغيرهما من الأمراء الحاقدين عليه علل يعني لماذا؟ لماذا توقع نجم الدين ألا تالين له الأمور الحكم بسهولة الأمور مش هكون سهلة أكون صعبة لأن الأمراء الذين رفعوا صيوفهم لتحييته منهم من يرتقب وينتظر الوقت المناسب للانقضاد عليه للانقضاد عليه والعصيان ومنهم من أرغم أجبر على الخضوع له علاوة على خطر الفرنج الذي يهدد البلاد طيب ما الوسائل التي حددها نجم الدين لعودة الهدوء للبلاد؟ أولا القضاء على الفرنج التخلص من الخائنين والطامعين تأليف قلوب صافية وتجميع يعني قلوب صافية حوله يجمعهم حوله يلتفون حوله ويساعدونه في وقت الحاجة اللي هو الجيش من خلال فهمك للفصل لماذا يتلهى في الجاهلون على السلطانين لما يرون فيه من مظهر براقهم يرونه من الخارج فقط ولا يدرون ما خلفه من ثقيل الأوزار والأعباء والمتاعب تجميع الكلوب النقية المخلصة كانت مشكلة مشكلة نجم الدين في حرب الفرنج فما اقتراح شجر الضر طبعا هي حلت له المشكلة أن يشتري نجم الدين مماليك أقوي أذكياء وينشئهم على الفضائل ويربيهم ويعدهم ويعدهم وأن ينشئهم وأن يعدهم ليوم النزال علل إنشاء قلعة أخرى غير قلعة صلاح الدين لتكون مكرا لإعداد هؤلاء المماليك الأذكياء الأقوياء لماذا اخترت شجر الضر الجزيرة المقابلة للفستاطلية أمام مصر للقديمة لإقامة القلعة الجديدة لأنه موضع بهيج وحصين في نفس الوقت وقوي يبعد الملل عن المماليك كما يبعد في صدورهم القوة والشهامة على ما يدل هذا الاختيار أن شجر دور محاربة ماهرة كما قال لها وخبيرة بالقلاع والحصون والمواقع وقالت وبالقلوب أيضا لماذا رفض نجم الدين أن يأخذ قصة من الراحة؟ لأن أمامه معاركة قوية في إصلاح البلاد ومكافحة الشر علل المصلحون لا يركنون ولا يخلدون إلى الراحة لأن أيامهم كلها تعب لأن أيامهم كلها تعب وحياتهم كلها جهاد ليلهم تفكير ونهارهم تدبير وتنفيذ فهم يكافحون يكافحون الشر والشر لا ينقطع ولا يهدأ فبالتالي هم لا يركنون إلى الراحة دائما طالما أن الشر مستمر ما أول شيء أراد نجم الدين لاطمئنان عليه بعد توليه حكم مصر مال الدولة الأموال والخزائن لماذا؟ لأنه حياتها الأموال هي حياة الدولة وعصب الدولة ومصدر قوتها ماذا وجد نجم الدين في خزينة الدولة؟ وجد دينارا واحدا فقط ما أثر ذلك عليه؟ غضب وأخذ يؤنب ويلوم ويوبخ العادل على ما أضاع من الأموال كيف استطاع نجم الدين؟ كيف استعاد نجم الدين أموال الدولة المنهوبة المأخوذة بالقوة والمسروقة هذه؟ هاجم جنود نجم الدين هاجم بيوت حاشية العادل واستعادوا وطبعا اللي هم الإلف يسدين دول واستعادوا الأموال المنهوبة وردوها إلى خزائن الدولة كيف تصرف نجم الدين مع العادل ومع حاشيته؟ أمر نجم الدين بإعادة العادل إلى السجن وإلقاء حاشيته في المحابس سبا الاثنين أيضا هيتحبسه ماذا قصد القماش بكل من البضاعة المستوردة؟ داود سيوف الحديد الأمراء الذين يجتمع بهم داود ويدبر معهم المؤامرات والمكائد سيوف الأحداق أولا أول سيف سوداء بنت الفقه وورد المناء ونور الصباح بين الهدف بين الهدفاء من اجتماع داود مع الأمراء الهدف هو تكوين قوة تعارض نجم الدين وتنتقد عليه يعني تتمرد وتعصي والانتقاد هو التمرد ولي والعصيان ما رأي كل من نجم الدين وشجر الدور تجاه داود؟ نجم الدين رأى ضرورة القبض على داود ومن معه من الأمراء أما شجر الدور فرأت ألا يقبض نجم الدين على داود ومن معه الآن حتى لا تكون حركة عامة تمكن داود مما يريد تحقيقه من المكائد وإنما يرسل إلى داود من يوهمه بأن السلطان سيقبض عليه فبالتالي يخاف ويهرب إلى قلعته وبذلك تفرأ نجم الدين للأمراء ويقضي عليهم ما الدروس المستفادة من هذا الفصل؟ الحاكم العادل يحافظ على مال شعبه هذا هو الحاكم العادل وليس الظالم كالملك العادل عدم ترك الفاسد دون عقاب لا بد أن يعاقب حتى يكون عبرة وعظة لغيره الحذر والاحتياط والحيطة من الخونة والمتآمرين بهذا نصل إلى ختام شرح الفصل الثامن العهد الجديد وهو الفصل الأخير في الفصل الدراسي الأول الصف الثالث الإعدادي من قصة طموح جارية شجر الضر مرة القادمة نلتقي مع حل التدريبات على هذا الفصل ثم نلتقي في الفصل الدراسي الثاني إلى اللقاء